السلام بنا. تمنى تكونوا باخير والاخير و اموركم انيا. تمنى تكونوا بحسن لحوال ديالكم. تومة والولدين ديالكم و العائلة ديالكم. نسلي كاتب غوام كامل ان شاء الله يعبي. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد لقد نشارك معكم. هذا الطبيلة اللي وجدت مفاجأة لعائلة ديالي. لقد نشارك معكم هذا الطرطة اللي صراحة الله سهل. لقد نشارك معكم جميع التفاصيل دياله. والاشياء اللي استعمد في الطبيلة كاملين اللي هم سهلين و أبساطين. مهم ما نطول شعلكم جزو المقادير و الطرق التحضير. و نبدأ على بركتي الله. اول حاجة نبدأ بها هي لجنواز اللي سنستعمل فيها ثلاثة ديال البيتات. سنستعمل فيها كس ديال عنب ديال السكر. كس مع مرش ديال الدقيق حيث سنستعمل كاكاو المرجور مع علاق كبارين. سنستعمل بيكند بودر ملعقة صغيرة. اول حاجة سنعملها يأنني سنغرب لها ذاك الدقيق. سنضيف على جوج مع علاق كبارين ديال الكاكاو المر. إذا كنتم لا تستعملوا لجنوازة ديال الكاكاو فغادي تكملوا الكاسب بالطقيق. يعني سيكون عندكم كاس مملؤ بالطقيق. فغادي نزيد ملعقة ديال الخميرة للحلويات اولا البيكند بودر. كما تلاحظوا يعني انا زربت الفيديو فيديو يعني بش ميجي شي طويل. سوف نفقس هذه البيتات في سطح الإناء. سوف نفقس ثلاثة ديال بيتات. كما قلت لكم زبق نغرب لنا واشيف. كما قلت لكم زبق نغرب لجنواز ديالنا. سوف نقوم بتقريسة ديال الملحة بش غادي نصحح بها التوق. ونبدأ في التطريب من بعد غادي نبدأ نضيف السكر شوية بشوية. مهمني بغاية يستعمل اي جنواز كتنجح مع فوق يستعمل. أنا كن يعني هذه الجنواز المعتمدة عندي. فغادي نضيف السكر على دفوعات يعني كتجيني. لجنواز لكم بقان حيث صفر بوحده بايد البيت بوحده. فكتجيني يعني فيها الخدمة بزف. فأنا هذه الجنواز المعتمدة عندي. سوف نقوم بتطرفيها تغادي ضعف لي الحجم دياله. ونهي كما كتلاحظو من بعد ما ضعف لي الحجم دياله. كما كتلاحظو اللي يعني الخالي التتقيل. لابا غادي نوقف التطريب. باش غادي نبدا نضيفها له هديك النواشف. اللي هو مدقيق مع الكاكا والمر. مع ملعقة صغيرة ديال بيكينت باودر. او لالخميرة ديال الحلويات. كما كتلاحظو فأنا كنضيف الدقيق على دفوعات. أنا نايم زر بالفيديو. ولكن أنا كنت كنحرك غير بشوية. يعني حاولوا أنكم تحركوا غير بشوية. باش ما تخرجوشي. اللي هو ملاجينواز ديالكم. فأنا غادي نضيف الدقيق على دفوعات. على ثلاثة ديال الدفوعات. يعني كلما كنضيف كيميا ديال الدقيق. فمعدك الكاكا والمر. وأنا كنحرك. كما قلتكم إلا كنتم ما غاديش تتعملوا لاجينواز ديال الشوكولاتة. فغادي تتعملوا كأس مملئ بالدقيق. من بعد ما خلتك لاجينواز كيف ما كتلاحظوا معايا. فغادي نعمل في واحد. في واحد الطاولة ديال الفرن اللي عندي منزلة لها. الورق ديال الفرن. فغادي نعملو. ولكنكم عاد. غادي تستعملوا يعني القلب دائري. فغادي تستعملوا. فهنا غادي نستعمل هاد. هاد الطاولة ديال الفرن. من بعد غادي نقطع بالسرك اللي غادي نمنطي في الطرطة. قدروا انتم يعني تستعملوا مباشرة. المول اللي هو دائري. وغادي ندخل الفرن اللي مسخن على 180 دراجة. وغادي نطيب على عافية ميه. لمن بعد ما غادي نطفع لها النار. غادي نخليها 8 طقا يقفوص الفرن. بشي دامت. ما تهبط ليش هاد. حتى تبرد عاد. غادي نخرجها من الفرن. غادي نقوزه بش غادي نوجده الطبقة المقارماشة. غادي تكون فوق الجنواز اللي غادي نستعمل فيها القرقاح. اللي كيبقى اختياري. غادي نستعمل الشوكولاتة. البيضاء مع السوداء. غادي نستعمل بخاليني. وغادي نستعمل فعوت الفيوتين. غادي نستعمل هاد البسكوية هاده اصابح. فانا هنيا ما كنجبرش يعني الفيوتين. فهذا يعني كي عاوضو. كيجي نفس النتيجة دي الفيوتين. غادي ننفرتته. غادي نحاول انه ننفرته. رده قطع صغيرة. وبالنسبة البخاليني يا ابنات. انا شبرت الطرون دي اللوز. وطحنته. نايا من بعد ما. ما فرتت تلك البسكوية. وضوبت الشوكولاتة. فغادي نضيف البخاليني. يعني انا ما توفرش عندي دي اللوز. كما قلتكم. قدرون انتم تعملوا البخاليني دي الكوكو. او لا البخاليني دي اللوز. فانا هذا يعني غير الطرون دي اللوز. الزيت تطحنته. وعطاني هذيك النتيجة. فغادي نضيفها لشوكولاتة. لدوبت شوكولاتة البيضاء مع السوداء. يعني انتم كنت تعملوا. الكمية اللي بغيتو. انا عملت أربعة قطع من شوكولاتة البيضاء. وأربعة قطع من شوكولاتة السوداء. وهم اللي دوبتم. ضروري أبنات تستعملوا فضل خليط البخاليني. حيث ولا استعملوا شي البخاليني. فغادي الطبقة المقارمشة. غادي تهرسكم غير بالشوكولاتة. فضروري أنكم تستعملوا. مش ضروري أنكم تستعملوا. البخاليني دي اللوز. تقدر تعدلوا بالكوكو. او لا تقدر تستعملوا الكوكو. اللي كان دهنوا في المسمان. وبزاف ديال الحاجة تقدر تستعملوا. هذي اللي جنوازة أبنات. من بعد ما قطعتها. لنسقيها مستشي حاجة. حيث هي طرية. يعني وجدت طرية. فأنتم إلا تسقيها بالقهوة. سنوزع لي هذه الطبقة المقارمشة. أنا سأعمل الطبقة المقارمشة. يعني غليطة على الجنواز. ثم تقدروا تتحكموا في السمك دياله. طب فغادي نوزعها. لذيك القلب كامل. سنحاول أن نعود. فأنا سنستعمل لنا الملعقة. لا تقدروا تستعملوا سباتيولا. أنا أريد أن نبسطها. لكي كل شيء يستفيد. ونحن نقوزه. لنوجد للموس ديال الشوكولاتة. اللي سنستعمل في هذا القجدة الطرية. اللي لا تستعمل هذو ديال كرتنات صغر. إن عندكم القجدة الطرية الكبيرة. اللي سنستعملوا كائز ديال كريم الشونطية. اللي سنستعملوا لكمية ديال الكريم الشونطية. سوف نستخدم الكاكاو المر سوف نستخدم الكاكاو المر سوف نستخدم 250 جرام الشوكولات سوف نستخدم الكاكاو المر سوف نستخدم الكاكاو المر سوف نحرك الكاكاو المر سوف نستخدم الكاكاو المر نحرك الكاكاو المر نستخدم الكاكاو المر سوف نستعمل أوراق الجيلاتين التي سوف ندوب في الماء بارد كما تلاحظون هنا سوف نحرك في هذا الموس سوف ندوب لتوكولات التي تمتها سوف ندمج العناصر كاملة مع بعضها سوف نضيف لهم جوج ورقة الجيلاتين جوز اللي دوبتهم في الماء بارد سوف نستعمل الجيلاتين بودر ملعقة كبيرة للماء سوف نضيف الخليط من الماء سوف نحرك جيدا لانه يضب لجوج ورقة الجيلاتين نضيف الخليط الثاني القجدة الطرية نضيف كأس القجدة الطرية نضيف كأس القجدة الطرية نضيف كأس القجدة الطرية نضيف الشوكولاتة نضيف الخليط نضيف الخليط دمج ونضيف ننضيف المكارمش وضيفم الشوكولاتة نضيف سوف ندخل المجمد ليلة كاملة ستبقى ست ساعات سوف نغطيها بالميكة سوف ندخل الفريقو سوف نضيف الضوء تستعمل أي حاجة تستعملوا حتى الخمسة الدرام أشكال ويجبوا بأي حاجة تزوق ثم تستعملت ونقوم بشوكولاتة السوداء ونقوم بحفق الورق ونقوم بشوكولاتة البيضاء ونقوم برد ونقوم بشوكولاتة البيضاء ونقوم بشوكولاتة ونقوم بشوكولاتة البيضاء ونقوم بمشاكل بشوكولاتة البيضاء ونقوم بحفقة جلاتين في نصف الماء ونقوم بشوكولاتة البيضاء ونقوم بشوكولاتة البيضاء ثم نضيف لهم كاس لاروب كاكاو المر كما تلاحظون ان اضفت كاس القجدة التارية ثم نضيف ثلاثة جيلاة ثم نضيف ثلاثة جيلاتين ثم نضيف ثلاثة جيلاتين احسن انكم تصفي و احسن انكم تطحنه و اجيلكم طرطة ديالكم في هذك الفقاعات يعني انا صفيته و سنجعله يدفم جيدا بشي دام يدوب لي شي طرطة ديالي يعني تيدفم جيدا عليك و سنستعمله و انا من بعد ما خرجت طرطة ديالي من المجمد فنحاول ان نزول هذك هذك السيركل غاد نحاول ان ان ندفه و غاد نزوله حاول ان لكم تصخنوا شي دريرة او لتصخنوا اليدين ديالكم بشي دا تزولوها و يبقوكم الجوانب ديالي معاوطين يعني غيب شوية عليها فانا هنا اياما بعد ما خرجت من هذك السيركل فغاد نبدأ غاد نبدأ من الجوانب كما كتلاحظو يعني القلصات ديالي يعني فكن دافي فغاد نبدأ من الجوانب و انا مشا كما كتلاحظو يعني كتلاحلي هذك البخار ديال يعني الطرطة ديالي باردة مزيان و انا كان غلاسي فيها كما كتلاحظو و كان ركز دايما علي الجوانب طيقون يعني هذك للاسهك يجي صراحة الله مزيون و ناجح صافي غدا نغطي في الجوانب هذك غدي تغطاولي مزيان مزيان فأنا قمت بإمكاني قلاصة الجوانب يركز على الجوانب يشبه لهذه القلاصة وقد قمت بإمكاني صحن تحت هذه الزلافة هنا قمت بإمكاني التليفون لا يوجد صور في الساعة فأنا قمت بإمكاني قمت بإمكاني الطريقة عادة وقد قمت بإمكاني تكلت قبل أن أقوم بإمكاني الترتيب لقد قمت بإمكاني التلصة لقد قمت بإمكاني بإمكاني التلصة الجنواز وعندما يقوم بحالي بمركز المحلة نضيف شوكولاتة السوداء نضيف شوكولاتة الدهن وضيف الشوكولاتة احتوالت لبودرة سنعجن الخالط كامل سنعجنه سنعجنه ونزيد على التوكلة بشوية حيث تشيت الحواشي نقوم بقلب الفرن سنستعمل الميزان سنستعمل الميزان سنقوم بكل كورة خمستاشر قرام سنقوم بخمستاشر قرام سنقوم بكل كورة سنقوم بمجمد سنقوم بخمستاشر قرام سنقوم بفرات الشوكولات سنقوم باستخدام سنقوم بمجمد سنقوم بإمكانك سوف نستمر بنصف الطريقة التي سوف ندخلها من المجمد سوف ندخلها من المجمد سوف نستمر بنصف الطبقة التي سوف نستمر بنصف الطبقة ولكن إذا استعملت شوكولاتة سخونة سوف يضطروا أنكم تعودوا الطبقة آخرى يجيكم يعني ذلك البوبكيك ديالكم متماسك يعني يجي ما لسم فوقي مرات شي كيفاش نشرحها ونيني من بعد مساليتم غدين من الخطوط ديال الشوكولاتة كما كتلاحظو معي ونعمل فيها هذه العقاق اللي كي يكون في حال الحبوب ديال السكر عندهم في الدهبي فغاد نزوقون بيوم مباشرة نقص بيش غدي نوجد واحد المالح اللي غدي يكون سائل احتوه بسيط اللي غدي نعمر بهتبله اللي غدي نعدله بالثون اللي عندي فيه بصيلة وقريعة محكوكة والثون ديال الزيت عندي فيه الجازر محكوك الثون بودر وغدي نستعمل الملحات ثوابي وزيتون قطع نيني في مقلات غدي نضيف زيت الزيتون يعني أنا بغيت نشارك معكم طبيلة كيف يعني وجدتها هيدا كافكار يعني بغيتوا تتفاجعوا بها كما قلتكم العائلة ديالكم ولا ممكن عندكم يعني شي عيد ميلاد ولا شي حفلة يعني بغيتوا توجدوا هات شي هذا Judy قوموا بوعتي عند النهائي من بعد ما تتشهرت له هذه البصيلة فغ nên نضيفها اليها الجازر اللي حكيتوا في حك له كا internships فهنا هني غدي نستعمل غدي نعدله ده المملح يعني اللي هو بسيط يعني غدي نعدله بالعجين السحرية اللي صراحة الله كجيم زي هنا بزف هذه غدي نشاركه معاكم نضيف الثواب اللي نضيف فيهم الإبزار الثواب اللي نستعمل دائما معروف في الإبزار الخرقو مسكين جبير و هذه الحشو اللي نستعملها بزاف ديال المملاحات نستبدل التوم بكفتة يعني كيبقى الختيار لأي واحد ولا بصديرة ديال الدجاج يعني انتو ما كتستبدوا الحشوة باش ما بغيتو عملت شوية ديال الملحة وغادي نعمل ارباع بودرات قدروا تستعملوا مع النص يعني عادي وغادي نستعمل شوية ديال التومة براكما تقدروا تستغنو عليها وغادي نضيف الزيتون اللي قطعته ببلعة التوم غادي ننضيف واحد كمية منه يعني عملة كمية اللي هي قليلة غشوية غادي نضيف هذه العلبة ديال التوم من بعد ما ما صفيتهم الزيت دياله غادي نحرك جيدا وغادي نخلي هذه الحشوة تبرد لي مزيان مزيان غادي نقوز باش نوجد العجينة هيدا ما يعتبرد لي الحشوة فما غاديش تقطع لي العجينة بالنسبة للعجينة فغادي نستعمل ميتين وخمسين جرام ديال تقيق نص كاس ديال الزيت غادي نستعمل كاس اللاروب ديال الماء غادي نستعمل الخميرة ديال الحلوة ملعقة كبيرة ديال السكر وملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات ويوغور طبيعي وقليل من الملح هي جد نوجود وحل خالتة غادين�ovate ديال مكان بفكاس اللاروب ديال المكاس غادي نضيفها في الملعقة ديال السكر غاد نضيف خميرة جمل courts لولدية الزيت غادي نضيف الزيتين للحياو بابه ندوم غادي نضيف تRes côngGr نضيف جوجه معالق الدقيق ونحرك الخالط جيدا ونجعله يختمر حتى يضعف الحجم جيد العجينة رائعة ثم نضيف جيدا ونضيف جيدا ونضيف جيدا ونضيف ملح ونضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ونضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ثم نضيف نسكاز الزيت ونضيف نصف الكمية اليوغورت نضيف السكر وخمير الحلويات والملح نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف خليط سوف نضيفها و نجعلها ترتاح بعد ذلك العجينة ترتاح سوف نقوم بشكله سوف نقوم بشكل سهل و بسيط سوف يكون على شكل ضفير في العجينة ارتيت بقاكة السقف في اليد سوف تكون ملحة يمكنك أن تشكلهم على شكل الشوصون و يمكنك أن تفعزهم بالمناسبة لخمير و من خلال الأشكال سوف نضيفها لنضيفها و سوف نقوم بعمل و قمنا بإنتاج سوف نقوم بإنتاج نقطع الجوانب سوف ندخل جانب و سوف نقوم بشكل ضفير فكرة كما تلاحظون معي في بديت يعني كان نعمل كل جهة يعني في كل جهة متقابلة مع بعضي تالي شكل ضافرة سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نسل الكمية التي عندي ونقطعها ونبعد ندخلها ميت طيبا هنا سوف يوجد ليني من اللي يجو مزيونين وسائلين ونبساطين فيهم بطاطة مسلوقة سوف نزيد عليها شوية الزيتون ونزيد عليها الزيتون كما تلاحظون معي من بعد ما استقطرتها من الزيت ونضيف عليها ثلاثة الحبة ديال اللباش كيري ونزيد عليها السحتر سوف أننا من بعد ما خلطت هذه العناصر كاملين ما أعطيتهم كما قلتكم يعني الجبن متلاتات العلبة ديال الزيتون مقطع شوية ديال السحتر فقد نقطع الورقة هيدا لانا من خلط على شكل الصغار ونقل لهم في الزيت سوف ندهن هذه الورقة بالزيت بشيء ده سوف ترتب لي شوية ونعمل كمية ملحو شوية طريقة عادية للصيغر سوف نشدهم ضروري انكم تشدهم ببيطة او تشدهم بالطقيق مع الماء بشيء اذا كنت ضمنوا انهم يتقلوا لا يتفتحوا الناس في المقلات سوف يدوم الأشياء اللي سوف نوجد سوف نتلاقى معكم بشكل نوع فرحة كبيرة فرحة كبيرة وعجباتهم مفاجأة هنا كان يوم الجمعة يوم الجمعة سوف يكون ولدتي مقرين سوف نخلق واحد الجولة سوف نخلق واحد الجولة سوف نخلق واحد الجولة هيا بنات هذه الطبيلة من بعد ما وجدتكم من أبسط الأشياء نقدروا ان نوجد حاجة التي يمزونها ونفرحها والرسم والبسمة للوجوه هذا اللي اني موز وقته بشوية نقطعته في برمريشم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشكل جيد بشكل جيد وكما رأيتم ما فيها شكل جيد المكونات نتمنى اعجاب وتجربوا وتنجح معكم بسلام عليكم ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة